من هي الدولة العربية تشهد زلازل مدمرة وقاطع سبل الحياة شاهد الأخطر من توقعات ليلة عبداللطيف برحب بحضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقة التوقعات لسيدة الإلهام ليلة عبداللطيف وعدد من توقعاتها المهمة والخطيرة للدول العربية بفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم ولو انت جديد معانا شرفنا بالاشتراك في القناة وما تنسيش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول هنبدأ معاكم بأول توقعات العالمية بتتوقع احتجاجات بتعم بريطانيا وأحداث بتسبب بلبلة وفوضى عارمة في شوارع بريطانيا الاتحاد البريطاني بينتعش وبيعود قوي من جديد وده بسبب اختراع علمي أو طبي كبير بيساهم في تعويض فاعل عن الخسائر اللي لحقت بالاقتصاد البريطاني خلال أزمة كورونا ظهور مجموعة من المظاهرات في إسرائيل سقوط مكوك فضائية على أحد الشواطئ الأوروبية في دول العالم أحد الرؤساء حيخضع للمسألة والتحقيق هنرى المدن والشوارع السويدية الهادئة بتشهد مظاهرات كبيرة بتحمل معاها مشاهد فوضى وأعمال شغب وحرائق وتكفير وتخريب وده هيحصل بسبب العنصرية والتمييز اللي حيطال الرموز والشعائر الدينية الإسلامية اللبنانيون ببريطانيا على موعد مع استقبال حدث مميز ومهم حدوث العديد من التغييرات على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية وقد تتعرض لبعض الخطر كما سنرى ابتعاد بعض المسؤولين عن الوجهة السياسية في العراق سيشهد العالم غياب ثلاثة وجوه عربية نافذة وبرزة تواجه بعض دول العالم التالت عودة الأمراض الخطيرة مثل الكوليرا نتيجة عوامل عديدة أبرزها نقص المياه والتلوث هتتجه الأنظار والأعلام للحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا وده بسبب ضجة أعلمية من خلال حدث مؤسف كما متتوقع ليل عبداللطيف أن أحد رؤساء العالم بيتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة سنرى وجود مشاكل وخلافات دموية في العديد من الدول الأوروبية واللي منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وقد تصل هذه الخلافات شمال إفريقيا كما أن الفاتيكان سيكون محط الأنظار غزو فضاء مجهول أرى حاصل خلال السنوات القادمة لا محالة وعلى أراضي الدول في العالم ستكون الناس في حالة من الفوضى والذعر والقلق ومشاهد الدمار كبيرة ومخطط عالمي جديد يشغل وسائل الإعلام في العالم ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي قصر الرئيس التركي رجب طيب أردغان أرى محط الأنظار وأرى وسائل الإعلام موجهة بكثافة وتنقل هذا الحدث المهم في المرحلة التالية تمر أمريكا بأزمة كبرى وأسوأ مرحلة سياسية واقتصادية في تاريخها خاصة فيما يتعلق بالبطالة تشهد تركيا الترابات سياسية وتمردات في الشوارع التركية خطر كبير على أمريكا من الصين وروسيا ومع انتشار الخبر إلى العلن هروب أكثر السجناء من أعضاء بعض الجامعات المتطرفة سواء من دول عربية أو من دول أجنبية أستراليا تواجه موجة غضب كبيرة من جراء كارثة طبعية آتية وتؤدي إلى قطع الكهرباء والإنترنت عن أكثر من المناطق الأسترالية سنسمع عن سقوط وانهيور منظمات ومؤسسات صحية في العالم يؤدي لسقوط رؤوس بارزة وكبيرة كانت على رأس هذه المنظمات والفضائح كثيرة وخطيرة وتسبب صدمة عارمة أمام رأي العام والإعلام كمان للعبداللطين بتتوقع أننا حنرى زلازل وحتوصل هذه الزلازل لحدود بعض الدول العربية المجورة أو دولة إسلامية وهنا لا أستبعت أن تحدث الزلازل بين تركيا وإيران أرى الصين تتعرض للأسف لظاهرة مخيفة تصل لحدود الوباء أو الكارثة وتؤدي لسقوط كثير من الضحايا في المناطق والمدن الصينية أو في المستشفيات وسيكون الشرع الصيني في حالة من الفوضى والقلق والحكومة الصينية مع القوات العسكرية تكون في حالة تأهب واستنفار سيواجه دول العالم الثالث بعض الأزمات زي أزمة المياه وينتج عنها أضرار كثيرة وتؤدي إلى أمراض وانتشار فيروسات في أكتر دول العالم حدوث أعمال شغب في الصين الجالية العربية ما بين أمريكا وأوروبا أراغة تواجه التهديد والخطر وعداد كبيرة منهم أراهم يطلبون العودة إلى بلاتهم مفاجأة محزنة تهز العالم في شهر أيلول وبعض الدول تتأهب لمواكبة هذه الكارثة وبكل الوسائل انفجار يهز أحد المقاهي الأوروبية المدارس الرسمية في لبنان مهددة بالأقفال وموظفي مطار رفيق الحرير الدولي في قلب الحدث وحيشهد المطار فوضى وستنجح كهود رئيس مجلس إدارة الطيران الشرق الأوسط محمد الحود في إنهاءها والتوصل إلى حلحلة التوصل لاكتشاف علمي مهم يتعلق بوباء كورونا محاولات أمريكية للمصالحة مع إيران والعودة إلى الاتفاقات التي ألغاها ترامب المرافق الأوروبية سوف تشهد حالة كبيرة من الطوارئ سنرى عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وبناء شبكة استثمارات جديدة تمور أمريكا بأزمة كبرى وأسوأ مرحلة سياسية واقتصادية في تاريخها خاصة فيما يتعلق بالبطالة كمان تتوقع ليلة عبداللطيف أنها تتصدر العراق خلال المراحل الراهنة مساحة واسعة من الاهتمام الدولي والعالمي وحتحتل نشرات وعنوين الأخبار العربية كمان مدينة إدلب في قلب الحدث من جديد وسوريا محررة بالكامل بدون مسلحين أو سلاح غير سلاح الجيش السوري العالم سينهر اقتصاديا خصيصا في أوروبا وأمريكا متابعين الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة ومن أخطر توقعات ليلة عبداللطيف للدول العربية وللعالم بشكركم جدا على حسن المتابعة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة وحن نستنى تعليقاتكم وقراءكم ويدومتم في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة